السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي وبناتي كل سنة وانتو طيبين تعالي يا امر اقولك تعملي ازاي بسيسة بالبلح لو انت عايزها كيكا بالبلح نلغي خطوة اجياد دورة انا عملتها النهاردة بسيسة بالبلح تبقى مغزية جدا والبلح كله حديد وكل بيت النهاردة في بلح كل سنة وانتو طيبين اخرتها وتشوفي علوها قد ايه عاملة زي قرس الجبنة الرومي دي مش كيكا طعامها ورحتها ولونها وقطع البلح فيها حكاية هقولك عالطريقة والخطوات هتطلع احلى من دي كمان اوعي تنسيني في اللايك والتعليق الجميل لأول مرة تشوفيني بسعى الاشتراك وفعال الجرس عشان يوصلك كل جديد نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وقولك نعمل ايه يا امر نبتدي بايه هنجيب نص كيلو دي ايه دورة اللي هو الاصفر ده نخلته تحت وبعدين دي كبايتين دي ايه زيرو لو عايزة تعملي كباية وكباية ايه اللي يعجبك دي تاني كباية زيرو وعملت قبلها اتنين دورة تنخلها بصفاية بمنخل مش مشكلة انا اعتبر عملت صانيتين في بعض انت عايزة تعملي نص الكمية انقسي نص الكمية اللي بقولك عليها هنقلب المكونات الجفة ونحط عليهم زرة ملح صنعن الرسول عليه الصلاة والسلام وباكوين كيك شيف ليه باكوين لاني حطى اربع كبايات الكبايتين عليهم باكو تبقى مزبوطة ده البلح بعد ما نقعته في لبن ونشف اللبن اللي فيه خرطت خرط صغيرة جدا بلح عادي جدا من ناشف اللي كلنا بنبله ونفتر به حطيت عليهم معلقة جيوب باكوين باودر نفس الكباية المعارية اللي بنعير بيها جي هيربيع كل حاجة دي كبايت زيت هاركنها ونملى كبايتين سكر السكر واللبن نص كمية جي والزيت والبيض ربع كمية جي احنا متفقين ان الخطوة دي انجح خطوة وطريقة للكيك او البسيسة هنملى كباية بيض هيجو حوالي 6 بيضات انا حطيت خمسة وكملت بخل خلي بيخليها طرية جدا وبيمنع زفارة البيت ورحت حطة باكوين فانيليا وزرة ملح بتمنع برضو زفارة البيت كده هبتدي افتح الفرن واروح عاملة صانية او حلد الكيك اللي عامل فيها ده انتهى سامنة من الزيت عشان الزيت ما ينشفش اعرها وحبط انتهى بالدقيق دقيق بس من غرب كمبودر والملح والحاجات اللي حطنا بدأت اجيب بولة حطيت كوبايتين السكر وكوبايت زيت طبعا تعملي في شفشاء الخلاط عادي بس انا الخلاط عندي لقيت فيه مشكلة فقلت اعمل بالمضرب وحطينا الخمس بيضات قصدي كوبايت البيت انت ممكن يكون بيت بلدي اصغر حجما فهيدي عدد اكبر ضفت البيت والزيت والسكر والفانيليا وفضل اضرب في الخلاط او بالمضرب بكهربائي لغاية لما اللون يفتح شوية وبعدين الخطوة اللي بعد كده هجيف كوبايتين اللبن انا اللبن معايا كان سخن وما كفوش كوبايتين رحت مكمليها بكوباية زبادي صغيرة ومع لقتين خل كبارة حاجة الوحيدة اللي ممكن تكملي الكوبايت بيها لو عجزت معاكي والمقادير مش مظبوطة تكمليها عشان تزبت بالخل لو حطيتي زيت هدبوز سكر زيادة لبن زيادة اي حاجة زيادة هتبقى مش مظبوطة الحاجة الوحيدة اللي تزبتها لو المقادير اتخلت معاكي او نقصت معاكي هي الخل تكملي كوباية اللبن بيها كوباية تلبط بيها انا حطيت كوباية زبادي عليها دي كوباية اللبن التانية الخل خلى اللبن قطع بقى عامل كله زي الزبادي برضو بيديها تراوة وجمال ده البلح اللي مقطعها كتا صغيرة وحتتعلم علاقة دقيق ببيكن باودر او كيكشيف رحت خلطاها معايا يتفتفت اللي يتفتفت من مضرب الكهربائي واللي يفضل هيبقى باين في الخرطة لما انخرطها دلوقتي بحط بالطبق الاحمر اللي كان فيه كتا البلح بحط بالدقيق اللي هو دقيق الزيرو والدقيق الدرع بخلط حبة حبة مكونات الجفة مع المكونات السعيلة بعد ما ضربتها بالمضرب بقلل سرعة المضرب علشان الدقيق ما يتبع زقش وينطور وبعدل الدنيا بقلل السرعة ولو تلاحظي بضرب في اتجاه واحد الخطوات البسيطة دي خلي بالك منها دي اللي بتساعد على نجاح الكيك وبتبقى عالية جدا ما بتهبطش منك طبعا الفرن ولعناه اول ما بدأنا نعمل الكيك او البسيطة احنا ولعنا الفرن ودهنا الصينية اليوني الحكتين مع بعض في وقت واحد لازم الفرن يكون سخر او بلما تحطي الكيك او البسيطة قبلها لازم تكون مسخنة قللت سرعة المضرب الكهربائي خليته عالقل حاجة وبضرب في اتجاه واحد خلاص كده امتزج هشيل المضرب وهعمل بالمضرب اليدوي اقلب كويس وتأكد ان دي كله تخلل في قلب الخليط السيل هشيل المضرب واجيب كمان سبتيولة وتأكد من اللجناب والقار قاع الطبق ان هو برضو مفوش دقيق عشان يبقى كله مختلط ومتجانس مع بعضه اتأكدت باللزبتيولة اتأكدت ان ما فيش دقيق في الاجناب هشيل لزبتيولة واجيب حلة الكيك او الصنية واصب فيها الخليط الجميل ده اللي مليان كطع بلح اللي كله مغزي حديد كيكة الحديد هي اسمها كيكة الحديد اجيب سلاكة واطلع الهوى وهبتها طبعا عدتين تلاتة خبتها علشان تطلع الهوى دخلتها في النص على الفرن قاعدت ساعة بالتمامه كمان وبعدين اختبرها الغاية لما تأكد انها بتطلع نشفة عصايد شيش طوك خلاص كده استويت طلعتها خدت ساعة مني بالضبط في النص على الشبكة في فرن عالي وبعدين تسلكي الحروف بسكينة عايزة تقلي بها قلي بها عايزة تفضل زي ما هي تسبيها انا قلبتها وخبتت عليها طبعا انا مسلكها قبلها تطلع بسهولة ايدي منظرها روعة في الجمال بصراحة ريحة وشكل وطعم التلاتة موجودين انتي تمشي هالخطوات تهتمدي الطريقة ديت عايزة تلغي ادي ايه الدرة وتبقى كيك بالبلح فيش مشكلة انا لما لقيت هندي دي ايه الدرة قلت اعملها بسيسة بتبقى مغزية كيكة تديه الدرة بتبقى طعمها ورحتها احلى بتبقى مغزية جدا وكلها حديد وطاقة وجميلة جدا وتنفع الاطفال والكبار والبنات والمرضعات لان الحديد ده يعني سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وموص به الحامل واللي بتردع والاطفال وبمنع الحسد وبمنع السح لا تتخيلوا البلح دوت جميل قد ايه هاي دي منظرها النهائي جميلة جدا ازاي قطعة بلح ريحة طحفة شكل جميل احنا لو ضربنا البلح شفش ايه الخلاط مع اللبن هاي تديكي اسمرار للكيك او البسيسة هتبقى لونها بني ولونها غامق جدا لكن كده بتدي نفس الطعم ونفس الريحة والشكلة احلى ولونها اصفر واتمنى تكون عجبتكم هتوات ساعة بالزبط لو فرنك عالي ممكن توطي عليها بعد نص ساعة بالزبط انا عشان فرني كان متوسط الحرارة يعني بطيق عشان انبوبة مش غاز علشان كده سبتها في الفرن ساعة ودرجة الحرارة واحدة يعني ما اوطتش عليها وطلعت مظبوطة اتمنى تجربيها وتطلع انجح من دي كمان ونفس تفضله معنا متنسنش بقى في اللايك عشان هو ده اللي بيخلي الفيديو تشاف شكرا جدا 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 على تعليقاتكم الجميلة اللي بتوصلني ربنا ما يحرمني منكم ويا رب بالنجاح والتوفيق لكل اللي عام القناة ولكل مجتهد النصيب وربنا ما بيضيعش اجر من احسن عمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم